الحجر الأسود أشرف حجر على ظهر الأرض وهو أشرف أجزاء البيت الحرام يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج وهو مبدأ الطواف حول الكعبة ومنتهاه ويرتفع عن أرض المطاف مترا ونصف المتر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا لسواده والأظهر حمل الحديث على حقيقته إذ لا مانع نقلا ولا عقلا واستلام الحجر أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أول ما يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمرا أو متطوعة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ويأتي الحجر الأسود يوم القيامة فيشهد لمن استلمه بحق فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك أمته فعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإن عجز عن تقبيله استلمه بيده أو بشيء وقبل ذلك الشيء فإن عجز أشار إليه بيده وكبر فعن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر ومسح الحجر مما يكفر الله تعالى به الخطايا فعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يعني الركن اليماني والحجر كفارة للخطايا ترجمة نانسي قنقر